ما تكلمش لم يتكلم عن الانتقادات التي تطول ولأنه قالك أنا متفاهم الانتقادات هشتغل وحاول أطور ومعنديش مشكلة ولكن وقف عند التجاوزات في حقه هل حضراتكو دلوقتي عارفين أنا عارف أنا ما بكلمش هنا جمهور الأهلي لأن جمهور الأهلي عارف كويس جداً الكلام ده وعارف المنطق اللي إحنا بنتكلم به والإسلوب اللي إحنا بنتكلم به في قناة الأهلي أنا بس بقول للناس التانية هل حضراتكو عرفتوا الفرق بين النقد والتجاوز ولا لسه التجاوز ده اللي بيحصل هناك النقد أنا بنتقد أداء هنا بنتقد أداء حكاب وحنتقد أداء الحكاب وحنتقد أداء مارك كلاتنبرج وحنتقد أن مارك كلاتنبرج بيسافر كل شوية مش حاقدر أقول غير كده لأنه في النهاية هذه الحقيقة ولكن بما أني بقول الحقيقة لازم أقول أن هناك تحسن نسبي في أداء الحكام في كل المباريات مش في مباريات الأهلي بس أو يمكن مباريات الأهلي أقل شوية لأن الأخطاء واضحة الفترة اللي فاتت ضد النادي الأهلي وإن شاء الله أنا هعمل لكم تجميعها بعد نهاية الدور الأول كالعادة حاوري لحضراتكم تجميع الأخطاء اللي ضد النادي الأهلي مهما كان الموقف اللي إحنا فيه فبس اللي أنا بقوله هذه الهجمة الشارسة ضد كلاتنبرج تحتاج إلى أن إحنا كلنا نقف فيما هو صحيح ما نقفش في الباطل زي ما بيتقال لا 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 ولكن زي ما كلاتنبرج قال قال أن اتحاد كرة القدم مسؤول أنه هو يجيب لي حقي هل يستطيع اتحاد كرة القدم أنه هو يجيب حق كلاتنبرج أعلم تستفهم وننتظر ماذا سيحدث خلال الفترات القادمة يلا طيب لو الفيديو جاهز جاهزين يا شباب ولا طيب الصفقة الرابعة في النادي الأهلي أو التالتة نقاسف في النادي الأهلي الأهلي يضم مروان عطية لمدة أربع سنوات ونصف أعلن أمير توفي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي انضمام مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري إلى صفوف النادي الأهلي لمدة أربع سنوات ونصف وأضاف أن الأهلي تسلم الاستغناء الخاص باللاعب بعد إنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية مع ناديه السابق ثلاثة خالد كريستو مروان خالد عفتاح محمد الضوي كريستو ثم مروان عطية هذه المراكز وعد كابتن سيد عبد الحفيز من حوالي شهر أن تكون هناك بعض الصفقات اللي حتزيد من قوة فريقنا خلال الفترة اللي جاية هذه ثلاث صفقات هل هناك صفقات أخرى؟ خلونا ننتظر أنا لن أعلق بأيوة أو لا ولكن طيب خلينا نروح نشوف فيديو تقديم مروان عطية ونرجع نكمل مع حضراتكم مروان عطية في النادي الأهلي الصفقة الثالثة للنادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الحمد لله والشكر لله الأمور تسير بشكل جيد حتى هذه اللحظة ولكن أنا أعلم تماما أن هناك في حاجات طيب خلينا ننتظر إيه اللي حيحصل خلال الأيام القادمة لأنه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني حاجات تبصدك أكتر كمان خلال الأيام القادمة لأنه بالمناسبة أي حد من أول كابتن خطيب لغاية أصغر عامل في هذه المنظومة منظومة النادي الأهلي كل الناس اللي موجودة بتشتغل عشان خطر هدف واحد فقط اسم النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي عشان خطر حضراتكم عارفين كويس جدا إيه هي النوائس وإيه هي الأخطاء اللي موجودة في الفرقة بنحاول أو الإدارة في إدارة كرة القدم بتحاول إن هي تحلها بكل الطرق بالمناسبة يعني فدايما دايما خلينا وراء نادينا خلينا وراء مجلس إدارتنا خلينا وراء فريقنا ما ناش علاقة إيه اللي بيحصل لإنها التانية خالص صدقوني دايما خلينا بصين لقدام دايما خلينا بصين للفقينة محدش يبص لللي تحته فدايما خلينا بصين إيه اللي حيحصل نقف في ظهر بعض الأيام القادمة إن شاء الله إن شاء الله تبقى أفضل من الأيام السابقة وعندنا مباريات مهمة جدا 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 هنبدأها بيوم الخميس ولكن قبل بس ما تكلم عن مباراة يوم الخميس القادم أمام النادي المصري خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى الأهلي وصل تدريباته استعدادا لمباراة المصري في الدوري مباراة صعبة هنتكلم عنها مع ضيوفنا في الفقرات القادمة كولر ونجوم النادي الأهلي